السؤال اللي بعد كده بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدع له هل يندرج القيام بأعطاء دروس محو الأمية لفترة قصيرة مثلا ضمن عمل ينتفع به آه طبعا يندرج أي علم من العلوم النافعة للإنسان وخاصة ده بالعكس ده العلم اللي هو للناس في محو الأمية ده ممكن يصل بهم الحال أن ده تكون أفضل مكان وأفضل لإني ده بمقدار حاجة الناس العلوم يا سادة جاي عشان حاجة الناس الشخص اللي أنا بعلمه ده أنه ممكن أكون سبب في إنقاص حياته الشخص اللي أنا علمته ومحيت أميته ده ده ممكن أكون سبب لإنقاذ حياته ومهجته من الضياع لما أنا علمته أنقذ ممتلكاته أنقذه من فتنة فلذلك محو الأمية ده علم ينتفع به نعم ومن أفضل العلوم الذي ينتفع بها لإني حاجة الإنسان فيها كبيرة سألونا هو العلم إيه المكان العظيم للعلم ده فيها قلنا لأنه عبادة متعدية العلم مش زي الصلاة عبادة قاصرة علينا إحنا بس ده عبادة متعدية متعدية يعني إيه نفع هذه العبادة بيذهب إلى الناس فإنت لو عملت كده أكيد هيدخل في الصدقة الجارية أكيد هيدخل في العلم اللي ينتفع به أكيد هيدخل في العلم اللي ينتفع به ويصل ثوابه إن شاء الله لمن تريد أن يصل إليه ثوابه وخاصة لو كان الوالدين وأكيد إن شاء الله يصل هذا الثواب لو قلنا كمان وأكدنا على ده اللهم هب مثل ثواب تعليمي هذا لوالدي أو لأبي أو لأمي إن شاء الله يصل باتفاق زي مآل الإمام القرافي موسيقى